السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة أم إلياس لتعليم مرحبا بكم معكم فيديو جديد خاص بمادة اللغة العربية السنة الثانية من التعليم التانوي الإعدادي درس اليوم أو موضوع اليوم هو النص التطبيقي اختلاف الأجيال متواجد بصفحة 130 من مقرر في رحاب لغة العربية إذن إن شاء الله سأقوم بدراسة النص معكم وقراءتي قراءة جيدة علشك نقرأ معكم النص باش تمكنوا من القراءة دياله قراءة جيدة وتمكنوا منه جيدا في القسم ويعني كذلك من أجل شرح المصطلحات الصعبة وفهم النص جيدا إذن على بركة الله لنبدأ إذن النص انظر إلى ما بينك وبين أبيك من صلة شعورية أو خلقية أو عقلية تجد أنه قد أورتك أشياء كثيرة فوردتها عنه كاملة غير منقوصة ولكن هذه الأشياء التي وردتها ونمتها فيك الثربية الأولى لم تخضع فيها لسلطان أبيك في كل وقت بل أفلتت من هذا السلطان وخضعت لسلطان آخر أو لأنواع مختلفة من السلطان خضعت لسلطان المدرسة وما درست فيها وخضعت لسلطان المعاشرة وما أحدث في نفسك من عطر وخضعت لسلطان الحياة هذه الحياة التي تراها في الشارع وفي مجالسك العامة والخاصة وحيثما ذهبت وأينما توجهت وخضعت لسلطان ما قرأت وتقرأ في الكتب والصحف وما سمعت وتسمع من أحاديث خضعت لهذا كله فتغيرت وأصبحت تشبه أباك وتخالفه أليس هذا حقا؟ أليس هذا ما يشعر به الشاب أمام أبيه والأب أمام ابنه؟ أليس هذا ما تشكو منه الآباء والأبناء جميعا؟ يكفي أن تجلس إلى الآباء وتسمعهم ينذبون سوء حظهم وخيبة أملهم في أبنائهم فهم لا يشكون في أن هؤلاء الأبناء قد درسوا فأحسنوا الذرس وسعوا فأحسنوا السعي ووصلوا بعد هذا وذاك إلى المنازل الاجتماعية التي تليق بهم وترد فخر آبائهم ولكنهم برغم هذا كلهم متكبرون إلا قليلا منهم هم على غير ما كان الآباء ينتظرون وكذلك حذيت الأبناء إذا جلست إليهم فهم يعرفون لآبائهم الرحمة والبر وما كلفتهم الرحمة والبر من عناء ويعرفون لآبائهم أنهم كذوا نهارهم وأرقوا ليلهم ليربوهم ويعذوهم للجهاد واحتمال أثقال الحياة وأنهم مدينون لآبائهم بما بلغوا من منزلة ومرتقوا إليه من مرتبة ولكن هؤلاء الآباء يفكرون على الطريقة القديمة ويشعرون على الطريقة القديمة ما عدا نفرا منهم فهم لا يفهمون ما نفهم ولا يشعرون بما نشعر به وكثيرا ما تضيق نفوسهم بأشياء نراها نحن هينة مقبولة بل مستحبة ومحمودة إذن هنا نص اختلاف الأجيال موضوعه يعني اختلاف الأجيال يعني فكرة الآباء عن أفكار الأبناء إذن لنذهب إلى أسئلة الفهم والتحليل إذن من نسبة السؤال الأول اشرحي الكلمات والعبارات الأتية نمتها يندبون المنازل الاجتماعية مدينون سؤال ثاني ما المؤثرات العامة في تربية الأبناء سؤال ثالث ما المآخذ التي يأخذها الآباء عن أبنائهم السؤال الرابع لماذا يخالف الأبناء آباءهم على رغم حبهم لهم إذن نمشي لشرح الكلمات إذن من أجل شرح الكلمة الأولى نمتها سأذهب إلى الجملة ولكن هذه الأشياء التي ورثها ونمتها فيك التربية الأولى نمتها نمتها فيك التربية الأولى إذن نمتها زادتها طورتها أكترتها بالنسبة الكلمة الثالثة يكفي أن تجلس إلى الآباء وتسمعهم يندبون سوء حظهم يندبون يندبون يتحصرون ويبكون بالنسبة الكلمة الثالثة وسعوا فأحسنوا السعية ووصلوا بعد هذا وذاك إلى المنازل الاجتماعية التي تليق بهم المنازل الاجتماعية هي الطبقات الاجتماعية والرتب الاجتماعية طبقات الاجتماعية والرتب الاجتماعية بالنسبة الكلمة الأخيرة وأنهم مدينون لآبائهم بما بلغوا من منزلة ومرتقوا إليه من مرتبة مدينون مدينون معترفون بالجميل والفضل هذا هو شرح الكلمات المستعصية في النص بالنسبة للسؤال الثاني ما المؤترات العامة في طربية الأبناء جواب المؤترات العامة في طربية الأبناء هي الوراثة عن الآباء سلطان مدرسة سلطان معاشرة الحياة والقراءة يعني هذه الأشياء التي تؤثر في طربية الأبناء يعني الأشياء التي تؤثر في طربية الأبناء هي ما وارثوه عن آبائهم وسلطان المدرسة لأن المدرسة تؤثر في الأبناء وسلطان معاشرة يعني معاشرة الأصدقاء والأقارب وسلطان الحياة والقراءة بالنسبة للسؤال الثالث ما المآخد التي يأخذها الآباء عن الأبناء بالنسبة الجواب المآخذ التي يأخذها الآباء عن أبنائهم أنهم متكبرون يعني الأبناء متكبرون والمقصود هنا بالتكبر هو التكبر عن سماع النصائح والإنقياد إلى الوالدين بالنسبة السؤال الرابع لماذا يخالف الأبناء آباءهم على رغم حبهم لهم؟ بالنسبة الجواب يخالف الأبناء آباءهم لأنهم يعثقدون أنهم يفكرون بالطريقة القديمة ولا يشعر الآباء بما يشعر به الأبناء إذن لنذهب إلى أسئلة التطبيق السؤال الأول أشكل أو أشكلي من بداية النص إلى أنواع مختلفة من السلطان إذن قرأت معكم النص يقدر ترجع إلى بداية النص وتعيد القراءة وتعيد على الشكل السؤال الثاني استخرج من النص الأحوال الواردة فيه إذن بالنسبة للأحوال الموجودة في النص عندنا الجملة انظر إلى ما بينك وبين أبيك من صلة شعورية أو خلقية أو عقلية تجد أنك قد أورتك أشياء كثيرة فوردتها عنه كاملة غير منقوصة إذن أورتك أشياء كثيرة فوردتها عنه كاملة غير منقوصة إذن هنا كلمة كاملة يعني حال بالنسبة للجملة الثانية ويسمعهم يندبون سوء حظهم يندبون جاءت هنا على شكل حال بالنسبة للسؤال الثالث استخرجي من النص جملة فيها استثناء معين المستثناء والمستثناء منه والأداث بالنسبة للسؤال الثالث الجملة التي تضم استثناء ممكن تدرها على شكل جدول تدر الجملة وتدر المستثناء منه تدر أداة الاستثناء وتدر المستثناء أنا ستطلقهم على هذا الشكل ولكنهم برغم هذا كله متكبرون إلا قليلا منهم إذن الجملة هي هذه ولكن برغم هذا كله متكبرون إلا قليلا منهم وتدر المستثناء منه متكبرون الأداة هي إلا قليلا المستثناء بالنسبة للسؤال الرابع استخرجوا استخرجي من النص فعلا يدل على الاستثناء جواب السؤال الرابع الفعل الذي يدل على الاستثناء هو ما عدا ما عدا بالنسبة للسؤال الخامس كون أو كوني ثلاثة جمل تتضمن الأولى المستثناء منه والمستثناء وعدات الاستثناء الثانية المستثناء منه وعدات الاستثناء غير والثالثة المستثناء منه وعدات الاستثناء ما عدا إذن مشي الجملة الأولى المستثناء منه والمستثناء وعدات الاستثناء ستتعملوا إلا إذن الجواب الأولى أحببت الرياضيات إلا الهندسة أحببت الرياضيات إلا الهندسة إذن المستثنى منه الرياضيات إلا الأدات الهندسة المستثنى بالنسبة للجملة الثانية سنستعمل المستثنى منه وأدات الاستثنى أغير إذن الثانية نام الجميع ما عدا أبي نام الجميع ما عدا أبي وبنسبة الجملة الثالثة قد نستعمل فيها عادة الاستثناء غير الجملة الثانية نام الجميع غير أبي وبنسبة الجملة الثالثة عادة الطلاب من أوكرانيا ما عدا واحدين هنا استبدلوا عادة بغير بالنسبة للسؤال السادس اجعل الحال المفردة جملة هنا أننا أبصرت الوردة متفتحا هنا أن الحال مفردة إذن سنجعلها على شكل جملة أبصرت الوردة يتفتح الجملة الثانية يعجبني العالم متواضعا يعجبني العالم وهو يتواضع يعجبني العالم متواضعا يعجبني العالم وهو يتواضع بالنسبة للجملة الثالثة إذا اجتهد التلميد صغيرا نال ما يتمناه كبيرا إذا اجتهد التلميد وهو صغير نال ما يتمناه وهو كبير إذا مشور إعراب تلقت المرأة تعليما كالما كاملا أعري بما يلي تلقت المرأة تعليما كاملا إذا تلحقوا نصرع باش ميكونش لفيديو طويل تلقت فعلماد مبني على الفتح لاتصاله بتأنيت ساكنة التي لا محل لها من الإعراب المرأة فاعل مرفوع بالضم الظاهرة على آخره تعليمها تعليم مفعول به منصوب الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف إليه كاملا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذا نتمنى الفيديو يكون ساعدكم لنالإعجاب ديالكم ما تنسوش مشاركة الفيديو مع الأصدقاء تعليقات الجميلة وشكرا ترجمة نانسي قنقر